قلق جزائري من إقحام مصر للقبائل الليبية في أغوار الحرب التي باتت قاب قوسين أو أدنى من أبواب مدينة سرد عبر عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب لقائه مع المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز في العاصمة الجزائرية عبد المجيد تبون خلال لقاء صحفي عبر عن رفضه النوايا المصرية لتدريب وتسليح بعض القبائل الموالية لحفتر محذرا من تحول ليبيا إلى ساحة سراع بين القوى الدولية والإقليمية واستنساخ التجربة الصومالية الفاشلة في ليبيا الرؤية الجزائرية الثابتة تجاه الأزمة الليبية انعكست في تصريحات تبون الذي أكد أن التسوية لن تأتي سوى فوق طاولة الحوار مشيرا إلى أن حمل السلاح والتصعيد العسكري الذي سيخلف خسائر مادية وبشرية لم ولن يكون حلا في ليبيا من جهة أخرى أكد تبون أن الجزائر تسعى رفقة تونس لطرح مبادرة جديدة تضاف إلى سلسلة المبادرات المحلية والدولية التي لم تأتي أكلها سابقا معلنا أن الجزائر لن تفرض أي حلول في ليبيا دون مباركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما دعت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز من الجزائر إلى وقف التصعيد وإيقاف الانتهاك الصارخي لحظر السلاح المفروض على ليبيا وفي الوقت الذي تستشرف فيه دول الجوار الخطر الداهمة في حال انفلات الأوضاع العسكرية على وقع الخطوات التصعيدية المصرية تسعى الجزائر إلى لعب دور أكبر تجاه الأزمة الليبية لكن في حدود الالتزام بالقرارات الدولية تسعى الجزائر